مرحبا بكم اليوم سنشتغل على نموذج آخر من امتحانات مادة التربية الإسلامية للسنة السادسة ابتدائي إذن سنبدأ أولا بقراءة الوضعية إذن الوضعية تقول استمعت إلى الحوار التالي فاطمة حوار دار بين فاطمة وفؤاد إذن فاطمة تقول أنا أتأمل دائما في ملكوت السماء وأهتدي بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاود فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم فؤاد يقول الله ربي ورب العالمين لست بضال أو غافل بل صابر على البلاء ومحب لله ولرسوله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم إذن هذه هي الوضعية التي سننطلق منها إذن أول سؤال لدينا أتمم قول الله تعالى من صورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا إلى قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير إذن سنكتب هذه الآيات المطلوبة إذن يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ما ترى في خلق الرحمن في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة فارجع البصرة هل ترى من فطور فاصلة إذن كلما نصل لنهاية الآية نضع فاصلة فقط ولا داعية لوضع رقم الآية ثم نثمم ثم ارجع البصرة ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم في نهاية الآية نضع فاصلة ونتمم ولقد زينا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها وجعلناها وجعلناها رجوما 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 للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السائر إذن هكذا سنتمم ثم بأ أتمم من صورة المرسلات بعض علامات يوم القيامة من قوله تعالى فإذا النجوم طمست إلى غاية قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين إذن سنتمم هذه الآيات المطلوبة إذن يقول الله سبحانه وتعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء وإذا السماء فرجت فاصلة والجبال وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين إذن إلى هنا ننهي الآيات المطلوبة من كتابتها إذن نمر إلى السؤال الموالي إذن سؤال رقم 2 يقول أذكر القاعدة التجويدية الواردة في كل من ما ترى إذن ما ترى هنا فالقاعدة الواردة فيها هي الإمالة ما ترى الإمالة ثم أيضا وما أدراك وما أدد إذن هنا في الدال هناك قلقلة الدال إذن القاعدة الواردة هنا هي القلقلة وما أد أدراك السؤال الموالي ألون من بين ما يأتي آداب الحوار مع الغير إذن لدينا هذه المعطيات طيب الهمز واللمز الاتهام حسن الإصغاء إذن آداب الحوار مع الغير إذن الاتسام بالطيبوبة أن يكون الإنسان طيبا في تواصله وفي آداب حواره مع الغير إذن سنلون طيب ثم الهمز واللمز هذا ليس من آداب الحوار ثم الاتهام أيضا ليس من آداب الحوار بينما حسن الإصغاء إلى المحاور فهو من آداب الحوار سنقوم أيضا بتلوين هذه الأخرى ننتقل إلى السؤال الرابع أذكر مظهرين من مظاهر صبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتسم بالصبر على الأدى الذي تعرض له من طرف قومه ومن مظاهر صبره تجلت في ترفعه عن مقابلة السب بمثله إذن الرسول كان يتعرض للسب من طرف قريش ولكنه كان لا يرد عليهم بل كان يترفع عن ذلك ولا يقابل السب بمثله إذن سنكتب هذا المظهر إذن ترفعه عن مقابلة السب بمثله ثم أيضا من مظاهر صبره هو مواصلته الدعوة إلى التوحيد وتبليغ الرسالة رغم ما تعرض له من التضييق ومن الآدى إذن هذا أيضا مظهر من مظاهر صبره وهو مواصلته الدعوة إلى التوحيد تعوة إلى التوحيد وتبليغ الرسالة سؤال الموالي أذكر علامتين من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كيف سنحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذن نحبه من خلال الاقتداء به واتباع سنته وشريعته إذن من علامات محبة الرسول الاقتداء به واتباع شريعته ثم أيضا من خلال اجتناب ما نهى عنه إذن اجتناب ما نهى عنه أيضا يمكن أن نضيف الاكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من علامات محبتنا له ننتقل إلى التمرين السادس أعبر عن موقفي بكتابة موافق أو غير موافق على هذه العبارات إذن رجل يصوم رمضان لكنه يتلفظ بكلام فاحش إذن يصوم رمضان ويتلفظ بكلام قبيح فاحش إذن فهذه لن نوافق عليها إذن سنكتب غير موافق ثم لدينا رجل مريض ورخص له الطبيب للإفطار لكنه يصوم إذن هذا الرجل عليه أن لا يصوم فلديه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لذلك فهذه العبارة أيضا لن نوافق عليها سنكتب غير موافق بل عليه أن يفطر طفل يؤدي صلاة التراويح مع والده في هدوء وسكينة إذن موافق هذا سلوك طيب ومقبول وإجابي سنوافق عليه ثم لا أعفو عن من أساء إليه وأتعسف في الانتقام لنفسي فهذا السلوك لن نوافق عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا اتسم بالحلم والعفو عند المقدرة وكان لا ينتقم من أحد رغم قدرته على ذلك إذن هذه العبارة لن نوافق عليها وسنكتب غير موافق ثم السؤال السابع أكتب صحيح أو خطأ الصدقة مضيعة للمال إذن باش نصدق فقط نضيع المال إذن هذا خطأ فالصدقة دعا إليها الله تعالى ورسوله وهي من أعمال البر والإحسان أركان الإيمان هي نفسها أركان الإيمان كذلك خطأ فأركان الإسلام ليست هي أركان الإيمان ثم آسي زوج فرعون كفلت سيدنا موسى وآوته صحيح فهي المرأة التي كفلته وآوته وربته أستقيم كما أمرت وأتوب ولا أطغى نعم صحيح فالاستقامة سلوك طيب وحسنيا بغي أن يتميز به كل شخص ثم السؤال الثامن والأخير الحوار الذي ضار بين فؤاد وفاطمة يتسم بالدليل والبينة من القرآن الكريم إذن الحوار لقرأنا في بداية هذا الامتحال فكيف حاول سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه وهو ينصحه بترك الأصنام مبرزا رأيك في ذلك إذن كما نعلم فإبراهيم عليه السلام حاور أباه برفق ولين وبأدب وبالحجة والدليل لأن أباه وقومه كانوا يشركون بالله الواحد الأحد ويعبدون الأصنام فكان يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع وما لا يدر إلى غير ذلك وسنبرز رأينا في ذلك سنقول على أن سيدنا إبراهيم اتسم بالحكمة والرزانة والأدب والحوار وهو سلوك مقبول وطيب إذن سنقول حاور إبراهيم سيدا أو حاور سيدنا إبراهيم أباه كيف حاور أباه برفق برفق ولين وبأدب وبالحجة والدليل لأن أباه كان يعبد الأصنام هو وقومه هو وقومه لذلك فسيدنا إبراهيم إذن هنا سنبدي رأينا في هذا الأمر سيدنا إبراهيم كان على صواب كان على صواب وتميز بالحكمة واحترام آداب واحترام آداب الحوار إذن إلى هنا ننهي هذا الامتحال نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لجمع من رؤية їх انشاء الله شكرا